معضلة الشر في الفلسفة الإسلامية الشيطان والنفس شركاء صناعة الشر في الديانات الإبراهيمية وخصوصا الدين الإسلامي والديانات القديمة تاي الديانة الفارسية حولت تفسير الشر أنتولوجيا فافترضت أصلين للعالم أصل للخير وأصل للشر إلا أن الرؤية الواقعية للعالم بتظهر عكس ده فمن الخير بيظهر الشر ومن الشر بيظهر الخير والخير والشر قد يمتزج أحيانا ويصعب تبييزه الأمر اللي دفع متكلم الإسلام الأوائل لنقد الرؤية القديمة والبحث عن رؤية جديدة لإشكالية الشر مشكلة الشر ما كانتش معضلة مركزية عند أباء المتكلمين العرب لكنها اعتبرت جزء من مشكلة أخرى كانت أهم عند طيار المعتزلة وهي القبح إدشاف المعتزلة أنه تجلى في عدة صور منها الشر، الظلم، الضرر، العبس والفساد الفكرة دي عدلها وأضاف عليها القاضي المعتزلي أبو الحسن عبدالجبار أن الضرر كله ليس قبح وبالتالي مش شر لكن تقبيح الضرر إذا نتج عنه ألم أو غم لكن لو تولد عنه نفع مؤجل يضاهيه إذن يصبح نفع أو يصبح نفع وخير ومن هنا وصف عبدالجبار المعاصي على أنها قبح ضار لأنه حيؤدي العقاب اللي حيؤدي لألم بدون خير أو نفع يضاهيه عبدالجبار صحح وصف الله بأنه نافع وضار من حيث أنه بيدخل تحت الضرر الحسن والقبيح بعض الأضرار نافع وبعضها ضار في العاقبة تالي بعضها خير وبعضها شر ومن هنا خالص لأن عقاب الآخرة لا يمكن وصفه بالخير أو الشر حتى وإن كان فيه ضرر وألم لأنه عدل مستحق وأسس قعدة إن كان الضرر نفعا خرج من قسمي الشر والفساد وعلى هذا الوجه اعتبر الله نفعا بالتكاليف والآلام لأنه بيثب لأنه بيثيب الصابرين ويعودهم عن اللي تحملوه خلال رحلتهم الحياتية وضرب بالأنبياء أكبر مثال في دعوتهم الناس للدين وتحملهم صعاب ومشاق الدعوة وبالتالي ميز عبدالجبار الأفعال حسب علاقتها بالخير والشر لنفع حسن هو الخير وضرر حسن وهو شرور مجازية زي الفقر والمرض والمصيبة وضرر قبيح زي الكفر شر في ذاته مهلك لصاحبه المعتزلة شافوا أن الشر نوع من الأفعال بيقوم به العبد المكلف في الدنيا على خلاف ما ينبغي فيكون إما مهلك له في الدنيا أو في الآخرة أما عدا ذلك من الشرور الطبيعية زي الأمراض الكوارث المناخية إلى آخره مجرد شر من منظور الحواس والزمان المحدود الفاني وكلاهما مالوش وزن في عالم الأبدي الفكرة دي للشر ببساطة بتعبر عن الرؤية الكلامية والدينية الإسلامية بشكل عام وبتنبثق من منظومة القيم الأخلاقية الإسلامية الشيخ الرئيس ابن سينة بيعد من وجهة نظري أهم من بلور وصاغ فكرة الشر في الفلسفة الإسلامية وفي رسالة رسالة في القدر سعى ابن سينة للربط بين الخير والوجود والشر والعدم واستخدم مصطلح إعدام للإشارة للشرور وفي عمل الخالد النجاح وصف واجب الوجود الله بأنه خير محل وكمال محل وأن الشر لا ذات له بلا مجرد عدم جوهر أو عدم صلاح حال الجوهر بصورة أخرى الوجود خير وكمال الوجود هو خير الوجود ومن هنا صاغ فكرته الميتافيزيقية عن واجب الوجود وجود لا عدم جوهر بل دائم بالفعل وبالتالي خير محل أما ممكن الوجود فليس خيره المحل لأن ذاته تحتمل العدم وما احتمل العدم بواجه ما فليس من جميع جهاته بريء من الشر والنقص حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي ما بعيدش كتير عن الطريقة دي في فهم الشر وما اتبعش طريقة المعتزلة الكلامية في ربط الشر بفكرة الضرر المدبوع بنفعي وكافئه وما قدرش يشوف للشر معنى مستقلة عن الخير فالشر والخير مفهومان متناقدان يبرز معناهما بالتعارض مع بعضهما البعض في تهافة الفلاسفة جاد للغزالي إن الخير مرادف للوجود والكمال والنظام وبالتناقض أصبح الشر دلالة على عدم الوجود أو عدم كمال الوجود فالشر لا ذات له ولكن الوجود هو خير محل والعدم شر محل والسبب الشر هو الذي يهلك الشيء أو يهلك كماله إذن طبقا لابن سينة والغزالي الشر مش الضرر الحاصل لبعض المخلوقات نتيجة المرض أو العقاب زي ما تصور المعتزلة لكنه حالة فقدان للوجود بتعبير أدق إنعدام كمال الوجود المفهوم ده هو نفس المنهج اللي اعتمد عليه اللاهوتين المسيحيين في القرون الأولى والوسطى القديس أغاسينيوس جادل إن الأشياء القبلة للفساد تفقد من خيرها بحسب ما يلحق بها من الفساد أي العدم فلو عدمت الخير كله فقدت وجودها بالكامل وبالتالي أصبح من غير الممكن وجود شر مطلق بدون وجود أي خير على الإطلاق لكن القديس تومال أكويني تومال أكوينيس عارض أغاسينيوس في مفهوم الشر وشاف إن لو فعلا الشر هو مجرد غياب الخير حيؤدي للقول بإن الأشياء اللي لم توجد بالمرة أشياء شريرة أو إن إنعدام الشيء لغيره حيصبح شر بمعنى لو إنسان لم يمتلك قوة الأسد أصبح ده نوع من الشرور ومن هنا خالص لأن الشر هو حرمان من الخير مستحق بالنوع زي فقدان البصل اللي حيعد شر في الكائنات اللي بتتميز بالرؤية زي البشر لكنه مش شر في أنواع من البكتيريا اللي الرؤية مش جزء من وجود نوعها وبالتالي أصبح الشر سلبا في جوهر الكاء أو إنعدام للماهية ومن هنا أصبح الشر بالنسبة للأكويني مفهوم نسبي فلا وجود لشر بذاته أو لشر مطلق بل وجوده دائما شر بالنسبة لموجود محدد السمات ناله حرمان ما ترجمة نانسي قنقر